معاناة حقيقية تلك التي يعيشها سكان بقعة عين البيضاء ببلدية بوزغاية منطقة تنعدم فيها أبصد ضروريات العيش الكريم تنساها المسؤولون وتوقفت فيها عقارب التنمية طريقة عندنا مكاش نكسرها قعم كسرها عندنا القندرة مقطوعة في الشتاء الميفوت فوقها مكاش اللي قطع قنوات الصرف الصحي مكاش ديرين كما يقول لك كل ساكن دير مطمورة خصنة ليكل أولاد صغار يمشي ربعة كيلومتر خمسة كيلومتر باش يقرع ما فيها كليراج ما فيها طريق مسيقما جاءوا وخدموا طريق هذه في الأول ومبالكنا قطعوها بتياوة تعلماتيا وتالقاز مفوتين مننا ونحن مكان ولو ما ديناش منهم ما ديناش منهم مفوتين ما بلعوهم بالسما ما بلعوهم بالقضو ما عودوا طريق خدموها وما زاد الوضع تأزماً غلق أبواب الحوار في وجوه السكان من قبل منتخبهم قاطنو قرية عين البيضاء ببوزغاية سائم من سياسة الإقصاء والتهميش وحال هذه المقبرة دليل على ذلك نحن مرناش نسينهم ونحن يقال هدف التعناء الهدف التعناء هو المواطن يعني أن نبذلوا مجهود باش نوفروا جميع الإمكانيات والوسائل الضرورية باش نلبوا حاجية المواطنين بين هذا وذاك يبقى أمل سكان بقعة عين البيضاء الأحياء منهم الأموات ينتظرون تدخل السلطات الولائية لتدعيم المنطقة بالمشاريع التنموية اللازمة اشتركوا في القناة